هلأ بنكمل من هون هذا التنك إذاً فيه إلوب فيه مضخها هون هاي سنترفيوغل بومب سنترفيوغل بومب عمانا بتاخد من مي هون بتلف في السنترفيوغل بومب وعلى مبدأ السنترفيوغل فورس شاك أخدتوا البومبس أو رح تاخدوهم البومبس هاي مش فوزيوغل بومبس هاي كل اللي بتعملو فيه زي مروحة بتلف لما تلف بتخلي المي إنها تلف معها لما المي تلف معها القوة الطاردة المركزية شو بتعمل من المي؟ تتفشها لبرا لما تتفشها لبرا من وين بتضطر تروح المكان الوحيد إنها تطلع منه؟ هو هون فبتدخل المي من النص والمروحة هاي اللي بتلف بتخليها تلف فبتطلعها في السنترفيوغل بومب فبتطلع المي من هون لكن الديسائر هون إحنا ما بنغير سرعة البومب كان بإمكاننا نغير سرعة البومب إحنا عاملين طريقة مختلفة معناش variable speed drive شو تطرينا نعمل؟ جبنا فالب والفالب هادي بتشبك بس هادي on off valve هاي وين منستعملها مين بعرف؟ هاي بس إلها two positions وين منستعملها؟ في بيوتنا ما عملكم شفتوها ذي هيك؟ ها وين؟ ها وين في البيوت؟ ايش مستعملها بالبيت؟ بس on off إذا بدك on off مثلا عندك غسالة أو إشي بس بدك بتعملها on off فهادي الفالب إذا بتطلع هلا بمررها عليكم بتطلعها هادي on off هاي ما بتنفعنيش هون أنا ما بدي أعمل أنا بس on off إيش بدي أعمل؟ proportional فهاي الفالب ما كنت فعلي إذا بتطلع من هون راح تشوفوا هاي بتلوف بس تسعين درجة positions المسموحة فيها يا هذا position يا هذا position بس إلا أنا اللي بدي أحطها هون راح نحط إحنا proportional valve شو الـ proportional valve؟ فيه لها positions كتيرة ما بين fully open والـ fully closed زي مثلا الحنفية مش الحنفية بقدر أضل أفتح فيها وبتزيد بتزيد بتزيد أو بسكر 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 مش هاي؟ أوكي؟ هادي إذا اسمها on off valve بس إحنا اللي بدنا إياها proportional valve إذا راح نحط إحنا هون لأنه ما عنديش variable speed drive عاكرا لو عندي variable speed drive شو كنت بعمل في الـ pump؟ بغير سرعتها وإذا غيرت سرعتها شو بتغير معي؟ ما بحتاج valve ما بحتاج proportional valve إذا هون إحنا راح ناخد من الـ pump هادي راح نحط على proportional valve والproportional valve راح تنزل عندي موالي هون هلأ هاي proportional valve فيه لها عدد هائل من الـ positions ما بين 0 و 1 واحد اللي هي fully open وهادي هون fully closed لكن ممكن هي تكون 10% open ممكن تكون 20% open ممكن تكون 30% open من الى آخره من صفر من fully closed لـ fully open فإحنا هلا السياسة تبعتنا راح تكون الـ pump هاي شغالة باستمرار لو الـ pump تركتها بدون valve راح تضخ كمية معينة لها كمية معينة من الـ flow في تفصيل أكتر إذن هاد راح يمثل عندي q in of t هذا اللي هو الـ flow in of t لكن كمان اللي بيصير عندنا بهاي الحالة في عندنا q out of t عماله بيصير عندي هذا الـ output طب قديش الـ net flow للتاني q input q input minus q output يعني إذا بدنا نحط هنا q net of t ك- input بيساوي q input of t minus q output of t هدول كلهم واحدتهم إيش؟ cubic meter per second لازم يكون لهم نفس الوحدة بصيرش أجمعهم وأطرحهم إلا إزالهم نفس الوحدة إذا راحنا عمالنا بنقول إنه هذا التاني طيب إذا كان هذا أكبر من هاد شو راح تكون هاي الكمية؟ positive وإذا كانت positive إيش راح يصير في مستوى التانك؟ راح يرتفع وإذا كانت هاي أصغر من هاي أو هاي مطفية مثلاً راح تكون هذه الإشارة هون إيش؟ negative وإذا صارت نقدف شو تصير بمستوى الموي؟ تصير تنزل إزال هاي استراتيجية تتحكم عندنا إحنا بدنا نحافظ على مستوى الموي بالتانك ففي عندنا الـ control variable اللي بدأتحكم فيه هو h of t a طبعاً constant فأنا بتحكم مستوى التانك مطلوب مني أجيب في لفل معين في لحظة معينة اللي عم بيصير إنه مستوى التانك عماله مستوى المي عماله بنزل بسبب خروج المي وهاي مفتوحة الـ valve راح تضلها مفتوحة طول الوقت راح نتركها مفتوحة ما راح نغيرها ولا نغير الـ setting تبعتها فيه هون عماله بناخد flow معين فيه flow معين عماله بطلع فإحنا بدنا نعوض هذا الـ flow اللي موجود هون عن طريق الـ flow موجوده ورح يصير فيه عندي set value هلأ اللي راح يصعب الأمر إنه أنا مش constant فيه عندي step مستمر عماله هتتغير فمرة بطلب ارتفاع للتانك يكون واحد ومص متر هل بقدر يوصل واحد ونص متر؟ لأنه أقل من اثنين مش هيك؟ أو بدي أنزله لمص متر فالـ set value راح يصير يختلف ما بين أو يتغير ما بين point five of a meter one point five of a meter one point five of a meter فكألني إيش عمالي بدخل على السيستم؟ اه يعني كانها series of إيش؟ مش pulse اسمهم steps هاي positive step بعدين بعد فترة بدخله negative step بعدين مرد بدخله positive step صعبة مش هيك؟ لأنه بدنا نظلنا نتحكم فيه باستمرار بدنا نظلنا نتحكم فيه باستمرار بدنا نظلنا يعني هو طالب مني إنه مستوى المي مرة يكون نص ومرة يكون واحد ونص وهاي أظن إنها هون عشرة سكن هلا متأكد منها بالبرنامج بس هادي هون تقريبا عشرة سكن يعني كل five milliseconds كل five seconds راح نغير مطلب مستوى المي يكون مرة يرتفع ومرة ينزل حتى نشوف الـ response كيف أنا الـ control system تبعي بقدر بسرعة يستجيب ويحقق المطلوب اللي موجود هون بحيث نغير ما بين point five, one point five, point five, point five, one point five باستمرار إذن هان لمطلوب نحققهم فيه عندنا مشكلة إيش مشاكل الـ control اللي كلاسيكية لما يكون إنتي step function زي هيك rise time settling time overshoot ميش هيك مزبوط كل الأشياء هاي راح تصير عندنا من هوا إذن خلينا نطلع الآن نكمل الموديل تبع هذا التنك راح نكمل الموديل تبع التنك بيدنا نطلع الآن الموديل تبع التنك مش كامل إيش ناقصني فيه؟ ناقصنا هاي الأورفيس لأنه هذا التنك عفكرة هون لو كملت بهاي الطريقة وكان هذا دائماً positive شو راح يصير دائماً؟ راح يظل يرتفع مستوى المي العمر وما راح يرد ينزل إذن هلا عندي هون نطلع على هاي هاي الفتحة هون اللي ها فتحة صغيرة جداً فيه لها ايه؟ خلينا نسميها a small عشان نميزها عن اين؟ capital a small هي القطر تبع الفتحة هادي من هون هلا إذا السائل عماله بيمشي فيها بسرعة معينة قديش راح يكون اللي flow out؟ يعني q out of t بديساوي a constant مزبوط؟ بيش لكو مضروف في b out ايش هذا السائل راح يطلع على سرعة معينة؟ نطلع على هادي النقطة اللي موجودة هون نقطة ال pipe هادا اللي أنا مماده من هون فيه عندي هاي فين؟ لاحظوا الفلويد اللي موجود هون stationary ما بتحرك قديش سرعة الفلويد قبل ما يدخل لسا الفتحة؟ zero كان لما بطلع من الفتحة فيه له سرعة معينة مزبوط؟ ما فيه هون؟ هاي راح اسميها v out مزبوط؟ هلا هديش الاختلاف ال potential energy بين السائل كمية السائل قبل ما تدخل ال pipe وبعد ما طلعت ال pipe potential energy الارتفاع نفسه مزبوط؟ ازن ايش كان؟ طيب ايش كانت ال energy اللي هون اللي بتحصل تتحول ل kinetic energy هون؟ مش هي بتصير kinetic energy هون؟ مزبوط؟ نعم فضل pressure pressure تمام مين حكى pressure هون كمان؟ ازن هون راح يكون في عندي pressure ولو ما عليه pressure ايش راح يصير؟ ما راح يطلع اشي فيه راح يكون عليه pressure مين لسبب pressure هون؟ ارتفاع الليكويد لاحظوا كل ما كان ارتفاع الليكويد اعلى شو راح يصير في ال pressure هون يكون؟ اعلى كل ما نزل الليكويد راح تخف ارتفاع اللي pressure هون وهذا عفكرة راح نفترضو احنا انه تيربنز فلو اظل مفترضو هلا مستعمل اي قانون؟ برنولي عمليا احنا عم نستعمل برنولي برنولي ايش بقول؟ بقول انه الانرجي 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 الموجودة هون اللي سواء كان سببها pressure energy او potential energy او kinetic energy تساوي الانرجي مجموع الانرجي اللي هون لكمية معينة من الليكويد سواء كان potential او pressure او kinetic هلا في عندي هون تبسيط سريع بقدر اعمله اذا فرضت انه سرعة الليكويد قبل ما تدخل الفتحة هلا لما تدخل الفتحة راح تبدأ تزيد سرعتها بس قبل ما تدخل الفتحة قديش سرعتها راح تكون؟ زيرو فالkinetic energy زيرو وال potential energy راح افترضها اذا اخدتم على هذا الـ level راح افترض انها زيرو فعندي في عندي pressure energy بالانرجي بدي ها تساوي ايش الانرجي اللي هون راح تكون موجودة؟ راح افترض الpressure راح من هذا التنك راحة من الهي ايش راح تكون كلها؟ ايه ادي الانرجي راح تزيد مش هين؟ بس هذا عشان اطلع المعادلة بدي اطلع الفلو هادا ايش باعتمد؟ اذا عندي صار الpressure energy اذا عندي volume معين خليه افترض انه عندي volume معين خليه سميه V1 اخدت انا volume معين اللي كنت راح افترض و incompressible ايش يعني incompressible؟ يعني انه هذا الـ fluid هون رغم انه معرض لpressure راح افترض انه على هذا الpressure incompressible ما بنضغط يعني ما ضغطه هون وبعدين اتمدد هون مش زي الغاز راح افترض انه incompressible فرح اكون عندي V1 في الpressure اللي موجود هون بساوي half سميها M1 يعني هي الماس طبعه هذا الvolume اللي جبناه من هون واندي هون V out of T مضغوط؟ ايش؟ P out P square half Mv square الكنetic energy الموجودة هون بتها تساوي الpressure energy الموجود هون هلا خلينا نطلع على P قديش الpressure عند النقطة هاي في قاعدة تنك؟ مفترض انه هاد هون عايش راح تعتمد؟ رو بدي اضربها بالرو في G في H مصبوط رو في G H عندي ارتفاع راح تعطيني volume راح تعطيني mass mass في G راح يعطيني force راح اسمها ايه مرة تاني بترجع بتعطيني pressure وهاي كلها مضروبة في V1 تساوي half M1 V out of T square V1 رو شو بتساوي؟ لو عندي انا volume معين من هذا اللي وضربته في رو شو راح يعطيني؟ mass اذا V1 رو شو بتساوي؟ M1 مضبوط الكل متفت انها بتساوي M1 رو رو V1 بتساوي M1 مضبوط؟ اذا هاي وهاي وهاي كنت مدول ما يشتوق عندها فبسير عندي هلا V out of T square بتساوي 2G H of T اذا V out of T ايش هاي بتقول لي state weight ايش استفدنا منها هاي؟ طلعنا طلعنا V out of T و H of T بتاخد جدر التربيعي 2G في H of T اوكي ماشي؟ طيب انا هادا ممكن اربطه بال output flow انا قلنا output flow شو بساوي هاي؟ دكتور ليش ما اسمها على الاريا في الاولاقت؟ وين ناسمها على الاريا؟ رو جي H يعني هادي force مفروض عشان اطلع على الفرشر اسمها على الاريا اه ما هي انت اذا بدك تحسبيها هي بدك تحسبيها هي بدك تحسبيها في قديش كانت عندي الفورس كلها على الاريا هاي؟ كانت الاريا في H اعطتني volume في G اعطتني mass مش هين؟ اه في H اعطتني volume في G اعطتني mass وبرضا بقسمها على ايه؟ مع اي بتلغي مع ايه؟ البرشر عند النقطة هاي شو بساوي؟ هل باعتمد على الاريا؟ لا لاني بضرب في ايه وباقسم مع ايه؟ فالبرشر خلص بتلتغي منه ايه؟ يعني سواء هادا كانت تنك المساحته ايه ولا عشرة ايه؟ رحضر البرشر باعتمد بس عالدنسيتي تبعات اللكود والارتفاع بس مصبوط والذلك البرشر هون باعتمد بس عالدنسيتي طبعا حطيت اللكود تاني الو دنسيتي اعلى رح يزيد البرشر ولو رحت على مكان G اعلى فيه او اخفض رح تنزل بس ما رح تتغير مع الاريا اوكي؟ هادا عندي Q out of T اذا شو بتساوي؟ بتساوي A في V out of T بس V out of T شو بتساوي؟ اتنين G هاي معادلة ايه كلها اشتغلنا عشان نطلعها هاي بتهمنا اوكي؟ ماشي؟ كل واضح من متابع هاي كيف طلعناها؟ بهمنا نطلعها لانه هادي رح تطرح من الفلو بهم اشتركوا في القناة